أهلا بكم حلقة جديدة من من صبح عليك زي ما تعودتم معنا دايما يوم الثلاث بيكون معنا فقرات متميزة أولى فقراتنا هتكون خاصة بالطاقة والاستثمارات في الهايدروجين الأخدر هنتعرف ما هو مفهوم الهايدروجين الأخدر وازاي الدول قدرت تستفيد منه في الاستثمار في هذا النطاق هيكون عندنا هذا اللقاء مع الدكتور علي عبدالنبي نائب رئيس هيئة الطاقة النووية الأسبق وأهم الأخبار من أخبار مصر رئيس عبدالفتاح السيسي يستقبل رئيس مجموعة مرسك العالمية للنقل البحري من جديدة اليوم السابع الرئيس السيسي يوجه بالتعاون مع مرسك لإنشاء شبكة للطاقة الخضراء من أخبار مصر رئيس عبدالفتاح السيسي يستقبل وزير الدفاع الهندي استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس وزير الدفاع الهندي السيد راجس سينغ وذلك بحضوره الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي وكذلك السيد إيجيت جوبتشي سفير الهند بالقاهرة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن السيد الرئيس طلب نقل تحياتي إلى رئيس الوزراء السيد نارنينا مودي مشيرا سيادته إلى اعتزاز مصر بالروابط التاريخية الوثيقة التي تجمعها بالهند من جريدة الأهرام شكري يستعرض مع نظيري الهولندي رؤية الرئاسة المصرية لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخي من جريدة المصري اليوم شكري يبحث مع وزير الخارجية النرويج وملطة الملف الليبي وقمة المناخ من جريدة اليوم السابع تضامن 9600 شاب من 80 دولة يرغبون بالتطوع في قمة تغير المناخ بشرم الشيخ من جريدة الوطن حياة كريمة تعلن تقديم 55 ألف خدمة تعليمية لطلاب قرى المرحلة الأولى من جريدة الأهرام الملكة اليزابس الثانية تنفصل عن تاجها وتدفن في القبو الملكي من اليوم السابع محمد صلاح يرسي الملكة اليزابس الثانية قلبي مع العائلة المالكة في هذا اليوم آخر أخبرنا الأرصاد انخفاض بالحرارة وتقص حار نهارا معتد الليلا ونشاط رياح بالقاهرة والعظمة 31 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السلساء انخفاض في الحرارة ليسود تقص حار نهارا على قاهرة الكبرى والوجه البحري ماء للحرارة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل راتب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ماء للحرارة راتب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وبالنسبة لدرجات الحرارة متوقعة لليوم القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة الإسكندرية العظمى 29 درجة والصغرى 23 درجة مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة وسهاج العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة وقنى العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة أسوان العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة قريتنا الحالية هكون خاصة بالطاقة المتجددة والهايدروجين الأخضر والحفاظ على البيئة وعلى الجو النظيف هيكون عندنا هذا اللقاء مع الدكتور علي عبدالنبي نائب رئيس المحطات النووية الأسبق أهلا وسهلا بحضرتك بصباح الخير يا دكتور الحقيقة في عجالة كده احنا كنا نتكلم قبل ما نبدأ عن الهايدروجين وحضرتك أنا كنت أتكلم عن الأخضر والأزرق حيك قلتلي الهايدروجين أصلا ملوش أي لون تمام صح فخلينا العرف المشاهد بالهايدروجين ومفهومه والاختلاف في الألوان ببناء على إيه تمام أولا هو الهايدروجين كعنصر هو غاز وأخف غاز في الكون وأكتر غاز منتشر في الكون أكتر غاز منتشر في الكون هو الهايدروجين الشمس عبارة عن هيدروجين اندماج نوي الأربع زرات هيدروجين بيعمل الاتقل اللي احنا شايفينها من الشمس دي فالهايدروجين مش موجود على الأرض الهايدروجين مش موجود على الأرض عشان خفيف جدا لأنه هو زرته بروتون وإلكترون بيلف حواليه فلو يوجد على الأرض بيطلع فوق بيطلع عشان خفيف جدا ما بيقاش موجود ولو موجود فوق في الطبقات الجو يعني بيبقى نسبة بسيطة طيب الهايدروجين ملهوش ولا طعم ولا لون ولا الرائح لكن اللي بنسميه أقدر وأزرق ورمادي انعكاسه على البيئة اه تأثير صناعته على البيئة صحيح يعني احنا النهاردة عنصر البيئة بدأ يدخل فيه العمليات الانتاجية والصناعية صحيح والتوليد الكهرباء فالبيئة بقت مهمة جدا فيه هيدروجين رمادي وده لما تيجي تصناعيه بيسموه رمادي لأن صناعته بيطلع منه سانوكسيزي الكربون صناعة الهيدروجين ده بيطلع منه سانوكسيزي الكربون وبالتالي بيسموه رمادي عشان فيه سانوكسيزي الكربون طالع في الجو طب لو قدرنا نخفف سانوكسيزي الكربون من الصناعة دي منسميه هيدروجين ازرق لو بعدنا خالص وما بقاش فيه انتاج سانوكسيزي الكربون مع صناعة الهيدروجين منسميه اغدر وفيه طبعا هيدروجين ابيض فيه الوان كتير لكن احنا الابيض ده نتيجة استخدام الطاقة النووية لكن الهيدروجين اللي اغدر يبقى انا مراحل صناعته وما فيه سانوكسيزي الكربون يبقى أنا لازم أستخدم الطاقة اللي هتستخدم عشان تدخل في الصناعة لازم تكون طاقة متجددة نضيفة اللي هي طاقة شمسية أو طاقة رياح أو طاقة مياه خلاص كده أو طاقة بطن الأرض أو خلافه يعني طيب خلاص أنا جبت الطاقة نضيفة يبقى أنا عاوز بقى إيه الصناعة بقى نفسها إزاي هطلعها إيدروجين أنا هجيب حود مية وفيه أقطاب كهرباء وبالكهرباء اللي طالع من الطاقة الشمسية أصلاتها على الأقطاب دي يقوم المية تتحلل تتحلل إيه إلى هيدروجين وأكشيزين أخذوا الهيدروجين وأخذوا الأكشيزين الهيدروجين اللي طالع من هنا بسميه أخضر وعشان كده فيه فرصة كبيرة جدا إن إحنا هنا في مصر يبقى نقدر ننتج هيدروجين أخضر إحنا عندنا طاقة شمسية عندنا طاقة شمسية متوفرة وللالحمة في مصر وبالتالي لو استخدمنا الطاقة الشمسية في إنتاج الهيدروجين يبقى أنا هطلع هيدروجين أخضر بكميات معقولة واقتصادية طيب الطاقة الشمسية لازم تبقى رخيصة لازم تبقى رخيصة علشان يطلع الهيدروجين رخيص اقتصاديا لأن الهيدروجين حتى الآن سعره أعلى من سعر البنزين يعني أولا إحنا لو جبنا كيلو جرام من البنزين وكيلو جرام من الهيدروجين التاقة اللي طالع من الهيدروجين مرتين ونص التاقة اللي طالع من البنزين لكن سعره بيتراوح ما بين 4 إلى 6 دولار وبالتالي غالي غالي جدا دلوقتي لكن إحنا ليه بنبدأ من دلوقتي مصر يعني يعني إيه السبب من مصر بدل من دلوقتي لأن إحنا عندنا فيجن عندنا رؤية مستقبلية صحيح إحنا عندنا طاقة رياح وتاقة شمسية عندنا مجوافرة ولله الحمد وممكن نرخصها يعني إن شاء الله حنوطن صناعة الخلايا الكهرودوئية في محور القناة في استثمارات سينية جاية عشان تصنع الخلايا الكهرودوئية والدورة كلها يعني الخلايا نفسها تصنع ودي دايما بيكون أغلى أغلى جزء في إيطاقة شمسية عشان التكليف تنزل يقوم تكليف الكيلو جرام من الهيدروجين ترخص ترخص السوق لما إحنا هنا نبدأ ننتج هيدروجين هيبقى إحنا لينا باع في السوق يعني لينا وجود من الأول عشان كان إحنا بنسبق أن يبقى لينا باع ولنا مكانة في السوق العالمي لتوريد الهيدروجين على مستوى العالم طب هل ده سبب يا دكتور أن الدول بتتنافس على يعني الاستثمار في الهيدروجين الأخضر ده يعني إحنا بنجد أن كل الدول العظمة بتتصارع على ده أيوة ما هو يعني بس الدور العظمة يعني أمريكا ممكن عندها شمس يعني في بعض الدول زي مصر وزي المغرب وزي الليل اللي في أفريقيا اللي عندهم شمس كتير ممكن يطلع هيدروجين أخضر بسعر معقول لأن سعر المعقول إمتى يبقى سعر معقول نقول لما يبقى كيلو جرام ثمنه أقل من واحد ونص دولار يعني لو أقل عن واحد ونص دولار لما يكون التكلفة بالنسبة له أرخص من الوقود العادي يبقى كده إحنا قادرنا إنه قوله ده رخيص عاوز طاقة شمسية عاوز طاقة رياح عاوز طاقة تمائية عشان وتبقى رخيصة كمان صحيح فالدول اللي عندها المقاومات دي تقدر تطلع هيدروجين مصر من أول الدول عندها المقاومات دي يعني الطاقة الشمسية إحنا بنعول على الطاقة الشمسية يعني الطاقة الشمسية والله الحمد ربنا يعني حبانا بيها فيبقى وعندنا المية طبعا إحنا عندنا المية سواء في البحر أو سواء في النهر أو سواء في الأمطار عندنا مية يعني يعني نقدر نحل المية بطريقة سهلة وبطاقة رخيصة نقدر نطلع هيدروجين ونقدر نمتلك السور العالمي عشان كلا ممكن إحنا يبقى إحنا هنا محور محور للطاقة العالمية بالنسبة لهيدروجين وده المستقبل إن شاء الله طيب حضرتك شايف إن إحنا ممكن في هذا الجانب الخاص يعني الاستثمار في مجال الهيدروجين ممكن نتقدم فيه أو ننافس الدول العظمة رغم إن إحنا يمكن مش من أوائل الدول اللي بدأت الاستثمار في هذا المجال أيوة إحنا سهلة جدا إن إنت الهيدروجين صناعته سهلة يعني حتى صناعة الإلكترولايزر اللي هي الأحواض المائية دي سهلة مفيهاش حاجة يعني مفيهاش مش معقدة هي بس تمنها يعني إنت لازم تنزلي بالتمامة يعني مشكلة هنا اقتصادية مش مشكلة الصناعة مشكلة الصناعة دي سهلة جدا يعني الإلكترولايزر ده ممكن يتعامل في أي مصنع صغير يعني يعني مواصل صعب يعني وطاقة الشمسية متوفرة وإن شاء الله لما نصنع الخلايا كهردوئية في محور القنان إن شاء الله يعني بإذن الله ممكن نرخصها لأن إحنا عندنا خلا بالك عندنا الرملة البيضة والرملة البيضة دي مهمة جدا للكاسيليكون مهمة جدا للسيمو كندوكتور للخلايا كهردوئية ومهمة جدا للمريات مهمة جدا لأن إنت ممكن تقدي الطاقة الشمسية تقدي كهرباء من حرارة الشمس أو من دوق الشمس دوق الشمس هتقديها من الخلايا كهردوئية من حرارة الشمس هتقديها من المريات فأنت عندك الرملة البيضة يعني أنت تقدر تصنع مريات وتقدر تصنع خلايا كهردوئية وده لما تبيع الرملة البيضة كخام لا بقاها مصنعة بقاها مرايات يعني يعني ليه ألمانيا وبرجيكا عندهم أحسن مرايات طيما لازم بقى مصر عندها أحسن مرايات في العالم أكيد عشان عندنا الرمل عشان عندنا الرمل للبيضة أشترك؟ أيه وبالتالي حيبقى لها درجين رخيص إن شاء الله الأقدر وعشان كده هي الرؤية اللي احنا نبصلوا قدام يعني عندنا الطاقة هتبقى رخيصة إن شاء الله وعندنا الميا وعندنا الدورة نفسها بتاع الصناعة دورة يعني عارفة سهلة جدا ما فيهاش تحيدات يعني فإن شاء الله نمتلك السؤول العالمي إن شاء الله دكتور يمكن إحنا نتكلم عن الهايدروجين الأخضر وبالتالي إحنا نتكلم أنه فيه اختلاف الألوان الهايدروجين الأخضر والأزرق وحيك قلتلي الرمادي وفيه ألوان كتيرة جدا لكن خلينا نعتمد أن الهايدروجين الأخضر هو مصطلح للبيئة النظيفة أو الطاقة النظيفة بنربط بها على طول الاقتصاد الأخضر ده مفهوم سائد جدا ومنتشر حاليا عايزين نعرف المشاهد ما هو الاقتصاد الأخضر طيب الاقتصاد الأخضر هو الاستثمارات في أي قطاع وهذا قطاع في البيئة النظيفة يعني يكون في المشريع النظيفة اللي هي ميلان تجعانها الغازات الدفيئة أو سانوكسوكربون يعني سانوكسوكربون بيقول الغازات الدفيئة يبقى ده أنت بتصرفي في الاقتصاد الأخضر يعني أنت كده مصرفات كلها ومشريع كلها راحة الاقتصاد أخضر سواء في الزراعة في التجارة في الصناعة في أي حاجة كل المصرفات اللي بتتم والمشاريع اللي بتتم بتتم نتيجة لقوانين البيئة اللي هي البيئة النظيفة وبالتالي ده بيسمونه اقتصاد أخضر أي أن كان هذا الاقتصاد حتى في التعليم يعني في كل حاجة هو يعتبر أخضر فالاقتصاد الأخضر هو بديل الاقتصاد البني اللي احنا فيه نحن النهاردة بنقول ده اخصاد بني الموجودة عندنا نتيجة أن السياسات ما أخذتش في اعتبارها الأثر البيئة للمشروعات على البيئة تأثير المشروعات على البيئة لا الاقتصاد اللي أخذ تأثير المشروعات على البيئة وبالتالي عنصر البيئة هنا عنصر مهم جدا نغضفت البيئة في كل حاجة حتى لم أغضف المخلفات في تدوير المخلفات خصوصا نحن اقتربنا من قبل 27 اللي يقام في شرم الشيخ وهو المؤتمر الخاص بالمناخ المؤتمر بتاع كوب 27 إن شاء الله هو خاص بالمناخ لكن هي المشكلة أن الدول الصناعية الكبرى يعني مثل أسيا أسيا اللي هي الصين والهند دولة أكتر ناس بيطلعوا سانيكسو كربون ينتج عنهم مبعثات سانيكسو كربون يعني هم 53% من مبعثات سانيكسو كربون طلع من عندهم أمريكا 18% أوروبا 17% من سانيكسو كربون طب الدول دي هي هي السبب في المشاكل هي السبب في اللي احنا فيه ده يبقى لازم تدفع واللي بيعاني منها الدول الفقيرة والأفراقية آه تمام اللي بيعاني منها الدول الفقيرة بشهمة يبقى هي لازم تدفع مقابل ده للناس اللي بتتأثر أكيد بتغيير المناخ فالكوبس هم بيقولوا حكتير بيقولك انه نعمل تخفيف للأثار بتاعت التغيير المناخ ونعمل ايه ونعمل تأقلم او تكيف تتكيفي مع الوضع الحالة تكيفي عليه خلاص كده وتخفيف منه طيب ما الحاجات دي عاوزة فلوس صح يعني انا عشان يبقى انا المؤتمر بتاع 2015 كان بيبص او نظر الى ان الدول دي تساهم بمبالغ علشان الدول النامية تساعد الدول النامية في اتجاه البيئة النظيفة فيبقى احنا راحين علشان بتقولي مشروع مشروعاتنا احنا مثلا عاوزين 200 مليار دولار والنفرد يعني احنا راحين بنقولي مشروعاتنا اه الدول كلها النامية بتقولي احنا مشروعاتنا اه واحنا عاوزين نخفف وعاوزين نتأقلم ونتكيف مع البيئة الجديدة اللي انتو عملتوهان والتالي انتو السبب فيها هدونا بقى فلوس انتو السبب فيها هدونا فلوس عشان نعيش فده ده كوبة ان شاء الله 27 يعني ربنا سهل ويبقى خير على مصر ان شاء الله لان ده ده هي الاعتبارات سياسية ان مصر ثقل سياسي في المنطقة ان اتعمل المؤتمر ده يعني بين 195 دولة الى 200 دولة تحضر ده معناها ان مصر لها ثقل سياسي في المنطقة وعلى مستوى العالم يعني ده بالشوية ان يتعمل المؤتمر زي ده عندنا في مصر فده يعني انطباع عالمي ان مصر والله الحمد لله مستقرة سياسيا والتنمية المستدامة عندها ان شاء الله بتدور عليها وتجري وراها وباكي عليها وربنا ان شاء الله ينصرنا ان شاء الله يمكن احنا اتكلمنا على الهايدروجين الاخدر اتكلمنا على الاستثمارات في هذا المجال الاقتصاد الاخدر لكن كمان نتكلم على يعني الوعي لدى الشباب باهمية الحفاظ على البيئة يمكن احنا من خلال طبعا انه الدول الكبرى كان عندها يعني ساني اكسيد الكربون ويعني التلوث للجو بشكل مبالغ فيه نتاج للصناعات الكبرى لكن حاليا احنا محتاجين ان احنا ندعم هذا المفهوم لدى الشباب طيب هو يعني زي ما قلنا الاقتصاد اللي اقدر نقول كمان السقافة الخضراء بالزبط يعني السقافة دي لازم تبقى في دمنا يعني لازم نشربها ونبقى عايشين بيها السقافة الخضراء ولازم تدرس للطفل حتى من حضانة عشان يبقى فاهم ايه الموضوع فاهم بيتعامل دي مع الاشياء اللي حواليه بايه بيتعامل مع البيئة اللي حواليه ازاي يعني يعني فكل عنصر في البيئة لأهمية بالنسبة للانسان يعني الاتزان البيئي ده مهم جدا الانسان هو اللي ما اخذها هو اللي بيخربه هو اللي بيلعب فيه فعاوزين نعلم الطفل والشاب والراجل نعلم الناس السقافة دي بحس انه تبقى في دمه بيتعامل بيها بيتعامل مع البيئة اللي حواليه المهندس أما يطلع مهندس إزاي مشاريعه تبقى مواقبة للبيئة المزارع إزاي مشاريعه يتعامل بيها تبقى مناسبة للبيئة وهكذا يبقى تين ثقافة ذاتية عندنا يعني ما نبعدش عنها ويبقى إحنا مثقافين ثقافة خضراء يعني إزاي وطبعا يعني مؤتمدا أن أنت تعتمد على الشمس الشمس بحاجة كتير وابدأ أننا أستفيد من الطاقة دي حتى على مستوى الشخصي أن أنا يكون عندي يعني الطاقة الشمسية دي في المنازل حتى يعني ولو حتى بجزء بسيط السخنات الشمسية دي مهمة جدا أنت عمل أنت ممكن تعملي ألواح طاقة شمسية بس الاستخدامات معينة يعني يعني الاستخدامات الكبيرة التلاجات والحاجات دي صعبة شوية لأن لازم يكون مصروفك على الكهرباء أكتر من 1500 جنيه في الشهر تقدري بعد كده لو أكتر من كده تقدري تعملي خلايا كهرباء لكن أقل من كده صعب شوية لكن في أفكار أن أنت تعملي للإضاءة بس للإضاءة بدلا ما تستخدم الإضاءة من الشبكة استخدميها من الواحي كاردوية يعني في أفكار كتيرة الإنسان بدلا ما يعمل دراير يعني بيجفف الملابس بكهرباء في البتاقي دا تستخدم المناشر الشمسية وصحية أكتر وصحية أكتر فاستخدامنا لمقاومات البيئة النظيفة دا مهم جدا في حياتنا كبشر يعني خلينا نعود إلى يعني المؤتمر اللي أقيم في باريس دا كان البداية للاهتمام بمؤتمر تغير المناخ بعد كده يمكن مصر كانت حريصة جدا أنها تشارك في كل المؤتمرات على مستوى دول العالم اللي أقيمت فيها المؤتمرات الخاصة بتغير المناخ لكن عندنا أيضا العديد من أوجه التعاون بيننا وما بين الدول الأوروبية المختلفة في هذا النطاق الخاص بالحفاظ على البيئة تمام يعني إحنا أولا زي ما قلنا إن إحنا عاوزين نمتلك السوق العالمي في إنتاج الهيدروجين وإنتاج الكهرباء النظيفة اللي هي من الخلايا الكهرباء الضوئية أو المركزات الشمسية ومن الرياح ومن بقية التقات المتجددة اللي النظيفة يبقى أنت في الحالة دي بتصدري لأوروبا التعاون مع أوروبا بهيدروجين بس خلي بأن الهيدروجين ما هواش مصدر طاقة أولي يعني زي الكهرباء ماهاش مصدر طاقة أولي أنت بتنتجيه لكن مصدر طاقة الأولي اللي هي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة الأحفرية والحاجات دي مصدر أولي ده مصدر سنوي أنت بتنتجيه وبالتالي كهيدروجين أنت قدامك قدامك فرصة أنت تمتلك السوق العالمي أنت قدر تصدري لأوروبا تعاون مع أوروبا أنهم محتاجينه شوفنا الأزمة الأخيرة دي وكان قبلها أزمة الطاقة قبل حرب أوكرانيا كان في أزمة الطاقة عدت على أوروبا كانت شديدة شوية فأنت هنا تبقي مصدر يعول عليه أهم حاجة الموسيقية العالية أن أنت تقدر توردي ما خلي بالنا ممكن إمكانياتك ما تسمعش أن أنت توفي السوق الأوروبي أو تعاون الأوروبا سواء في الهيدروجين أو سواء في الكهرباء فأنت كمان دخلة بمحطات نوية أربعة إن شاء الله في الضبعة المحطات النوية دي نظيفة جدا أنضف حتى من خلي بنا محطات نوية أنضف من الكهروضوئي والتاقة الشمسية والرياح ده مفهوم مهمة جدا الناس متخيلة يعني أن ده العكس لا 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 يعني الرياح بتورد 11 جرام كربون لكل وقت ساعة الماغذة الرياحة الشمس بتصدر انبعسات 6 جرام لكل وقت ساعة إنه بيصدر أربعة جرام لكل وقت أقل منهم أقل فتمتلك محطات نوية يعني بتمتلك محطات شديدة قوية وقفة ثابتة عندها موثقية عالية تقدر تربط مع أوروبا لأنه أما تربط مع أوروبا مع شبكة أوروبا لازم تكون شابة بتاعتك قوية قوية ما تتهزش وبالتالي لو تهزت ممكن توقع أوروبا خلي معنا يعني لو شبكة مصر تهزت ممكن تسحب وقت يحصل لها بلاك قوت طبعا فطبعا الدول أوروبا لما تربط معاك عاوزة يبقى عندك محطات ثابتة موسيقية عالية لأنه محطات نوية فهتوردي الكهربا ممكن هتبقى الشبكة بتاعتنا فيها المزيق كهربا فيها حفوري اللي هو الغاز يعني وفيها نووي وفيها تقات متجددة سواء شمسي أو رياح وبالتالي الشبكة بتاعتك متنوعة مزيق طاقة موجودة عندك على الشبكة وشبكة قوية وشبكة هتبقى زكية يعني الشبكة المصرية بتتحاول لذاتي ان هي تبقى زكية حتى العداد اللي في البيت اللي انت عندنا في البيت هيبقى عداد زكية هتعرف منه كل حاجة ويتتبادل بين العداد وبين الشبكة المعلومات فالحاجات دي كلها بترتقي ديهم كهرباء انت عندك موسخيات تاعتك عالية مضمونة بمعناها يعني وعندك هيدروجين مضمون عندك كهرباء متجددة مضيفة وبطلعي هيدروجين أفضل فكل المقاومات دي بتقول احنا مع التقدم العالم والتطور العالمي والثقافة الخضر حك نورتيني وشرفتيني بشكرة جدا دكتور علي عبد النبي نائب رئيس المحطات النووية الأسبق شكرا لحضرتك على هذا الحوار الجميل